موسيقى يعتبر دخول المسيح الانتصاري إلى أورشاليم حدث مهم جداً بحسب كلمة الله فهو الحدث الأول في الأسبوع الأخير من حياة يسوع المسيح على الأرض والشيء الثاني تتميم لنبوات العهد القديم ولسيما دخول المسيح إلى أورشاليم بحسب نبوة النبي زكريا الإصحاح التاسع والآية تسعة طبعاً خلوا بالك أن يسوع المسيح كان صيته معروف وصنع معجزات كثيرة وزاد اهتمام الجماهير بهذه الشخصية من النبي الذي من الجليل وعندما جاء إلى أورشاليم إلى جبل الزيتون وبالتحديد منطقة بيت فاجي الرب يسوع كان سيد كل الأحداث طلب من تلاميذه أن يذهبوا إلى مكان معين ويطلبوا من شخص كان عنده موجود جحش بن أتان وقولوا له الرب محتاج فالمسيح كان فعلاً سيد كل الأحداث في هذا الأسبوع الأخير ونرى مصداقية دعوة المسيح وسيادته وسلطانه المطلق الكامل على كل الأحداث قولوا الرب محتاج الرب نرى كل أمجاد اللهوت محتاج نرى كل وضاعة الناسوت كانت تزدحم الجماهير حول يسوع المسيح لأنهم رأوا المعجزات الخارقة ولسيما فتح عينا المولود أعمى في أورشاليم وأيضاً إقامة العازر وعادة عن الجماهير التي جاءت معه من الجليل وأيضاً من منطقة أريحة وعندما جاءوا لهذه المنطقة من بيت فاجة ابتدى الموكب بدخول المسيح إلى أورشاليم هذا الدخول حدث مهم جداً دخول الملك طبعاً عادةً الملوك يدخلون دخول الملك الظافر المنتصر كقائد عسكري أو بقيادة ثورة سياسية معينة لكن المسيح طبعاً وديع مكتوب عنه وعادل أيضاً نبوة زكريا بقول إفرحي لكن البشير متى لا يقتبس لأنه في موقف دينوني وقضاء على أورشاليم ولسيما بهذا الدخول لكن ما حدث أحبائي إنه الجماهير ابتدأت تهتف له أوصنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب وابتدأوا يفرشون له على الأرض ويحملون صعف النخيل وأيضاً صعف أشجار الزيتون رمز وعلامة للسلام ويهتفون بصوت عالي أوصنا يا رب خلص الآن أو خلص الآن وهذه طبعاً اقتباس من نبوة موجودة في مزمور 118 وطبعاً هذا الدخول المنتصر إلى أورشاليم كان له غرض خاص سأتكلم عنه بعد قليل لكن مهم جداً ندرك أنه المسيح سيد كل الأحداث وأنه كل شيء عم بتم بمشورة الله المحتومة وأنه كل شيء يسير بخطة بخطة محكمة منسجمة لتتميم النبوات أيضاً وعمل يسوع المسيح أوصنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب ودخل منطقة الهيكل وابتدأت حتى الأطفال تهلل وتسبح للرب واعترض المتدينين على هذا الشيء قال يسوع إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم وفعلاً دخل أورشاليم كالملك الظافر المنتصر بهوشعنا أي خلص الآن